اشتركوا في القناة في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها الجنوب وأخاطب الزبيد الحاضرين بأن أمامهم مسؤولية وطنية جسيمة لتعزيز اللحمة الوطنية الجنوبية وتقوية النسيجة الاجتماعية وبث روح التآخي والتسامح بين أبناء الجنوب وتوضيح وغرس مفاهيم العاقيدة الإسلامية السمحاء بعيدة عن الغلو وتطرف داعياً اللجنة للانفتاح على الجميع وكل ما من شأنه أن يسهم في تفعيل عمل الهيئة مأكيداً دعمه ومسندته للجنة وجهدها لإنجاز المهام المنططي بها وأثنى اللواء الزبيدي على الدور الذي اطلعت به الهيئة الشرعية الجنوبية منذ إنشائها في دعم الثورة الجنوبية التحررية وتوضيح العديد من الأفكار والمفاهيم المغلوطة التي كانوا يروج لها أعداء الجنوب لتشويه ثورة الجنوب السلمية وضحض الفتاوى التي أباحت دماء الجنوبيين وحولت أرضهم إلى غنيمة حرب كما اطلع اللواء الزبيدي على نشاط نقابة الصحفيين والإعلامين الجنوبيين ومعجزته من مهام خلال الفترة الماضية وخططها وبرامجها للفترة المقبلة وأشهد اللواء الزبيدي خلال لقائه نقيب الصحفيين والإعلامين الجنوبيين عيدروس باحشوان بالجهود الكبيرة التي بدلتها قيادة النقابة لاستكمال تأسيس فرعها في المحافظات ومعجزته من خطوات مهمة لنيل العضوية في الاتحادات الإقليمية والدولية مؤكداً دعمه للنقابة واستقلاليتها ككيان يمثل جميع الصحفيين الجنوبيين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم ويدافع عن حقوقهم ويرعى مصالحهم ويطور مهاراتهم من الناحيتين التدريبية والمهنية وينهض بمسؤوليات هذه المهنة وفق أسس صحيحة أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتائج اختبارات شهادة الثانوية العامة لقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي الفين واثنين وعشرين وثلاثة وعشرين بنسبة نجاح بلغت أكثر من اثنين وتسعين بالمئة وخلال حفل إعلان النتائج لفت نائب رئيس اللجنة العليا للاختبارات الدكتور عبدالغني الشوذبي أن نجاح عملية الاختبارات مرت بظروف صعبة ومعقدة موضحا بأنه تقدم خلال هذا العام للاختبارات ما يقارب التسعين ألف طالب وطالبة منهم أكثر من خمسة وسبعين ألف طالب وطالبة في القسم العلمي وأكثر من ثلاثة عشر ألف طالب وطالبة في القسم الأدبي حيث نجح في كلا القسمين أكثر من ثمانية وسبعون ألف طالب وطالبة محاققين نسبة نجاح بلغت أكثر من اثنين وتسعين بالمئة أشهدت وزارة الصحة العامة والسكان بجهود الفريق الطبية السعودية المشاركة في المشروع الثامن لجراحة قلب الأطفال بمدينة المكلة وثمنت وزارة الصحة الجهود الكبيرة التي يبدلها الفريق الطبية السعودية بمعية التواقم المحلية في إجراء عمليات قلب متقدمة لأطفال يعانون من عيوب خلقية معقدة ضمن المشروع الثامن لجراحة قلب الأطفال الذي يأتي ضمن برنامج نبض السعودية التطوعية لأمراض وجراحات القلب بمركز نبض الحياة بالمكلة عقد لقاء بالعاصمة عدن لبحث احتياجات محافظة شبوة من مشاريع صيانة الطرق والتدخلات المطلوبة في ذلك وجرى في اللقاء الذي ضم رئيس صندوق صيانة الطرق المهندس معين الماسة ومدير مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة شبوة وعدد من الجهات المختصة جرى استعراض جملة من المشاريع الجاري تنفيذها بشبوة أبرزها مشروع صيانة وإعادة تأهيل خط عتق العبر المقطع الثالث إضافة إلى أعمال إزاحة الرمال اطلع رئيس مجلس صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين الماسة على سير العمل في محطة الوزن المحوري في محافظة أبيان وخلال الزيارة استمع المهندس الماس من القائمين على المحطة إلى أبرز لجراءات المتبعة وما وصلت إليها الجهود من ضبط وإنزال للحمولات المخالفة للوزن المحددة قانونيا ومتابعة المعلومات الرقمية من البيانات التي تسجلها الميازين وكذا التعرف على مدى تجاوب سائق المركبات الثقيلة للإجراءات القانونية وثمن الماس النجاحات التي يحاققها طاقم العمل ودورهم في تقديم التوعية والإرشاد بأهمية الالتزام بالقانون للمحافظة على الطريق وسلامته بما ينعكس على سلامة المواطنين دشانت السلطة المحلية بمحافظة شبوة مركز التدريب المستمر بهيئة مستشفى شبوة العامة وخلال التدشين أكدت السلطة المحلية بشبوة أن المركز يهدف إلى تطوير قدرات الكوادر الصحية العاملة بالهيئة وكذا المرافق الصحية العاملة بالمحافظة إلى ذلك شهدت السلطة المحلية بشبوة حفل اختتام أول برنامج في مجال التطبيقات العملية لخريجية دفعة الأولى من الدارسين والدارسات بمساقي دبلوم الإصعافات الأولية والطوارئ بكلية المجتمع للعام الدراسي الحالي دشن وكيل محافظة شبوى أحمد الدغاري خدمة الجيل الرابع من الاتصالات الخلوية في سبع من المديريات المحافظة عقب تشغيلها بمديرتي عتق ونصاب في شهر إبريل الماضي وأنوه الدغاري بأهمية تدشين الخدمة الرقمية الحديثة أكيدا على دورها في إحداث نقلة في مجال الاتصالات الخلوية في المحافظة مثنيا على الجهود المبدولة لتطوير قطاع الاتصالات في محافظة شبوى بدوره قال مدير عام مؤسسة الاتصالات بالمحافظة بأن المؤسسة تعتزم استكمال تغطية كافة مديريات المحافظة بخدمة الجيل الرابع من الاتصالات الخلوية الحديثة بعد إدخالها في محظم المديريات أختتم بمدينة المكلة الدورة التدريبية لبناء قدرات جمعيات مستخدمية المياه لمستفدي مديرية بروم ميفع الذي تنفدها مؤسسة الاستجابة للغاثة والتنمية بشراكته مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وأتناولت الدورة مواضيع الشؤون الإدارية والمالية وكيفية حل نزاعات المتعلقة بالمياه وكذا قضايا النوع الاجتماعي وتعزيز دور المرأة في العمل الزراعي وعدالة توزيع المصادر خاصة المتعلقة بالزراعة كما تطرق المشاركون إلى شرح آلية النقدة مقابل العمل وكيفية تسجيل المستفيدين بحسب المعايير الموضوعة من قبل الفاوة ضمن مشروع الإدارة المستدامة لمساقط المياه من خلال دعم الحوكمة والقدرة على الصمود والزراعة الممول من الحكومة الولندية أجرت إدارة الشباب والطلاب بانتقال حضر موت الاجتماع الفني لمناقشة قرعة دور أشبال الجنوب النسخة الثانية بمديرية المكلة بمشاركة أكثر من مائة وستين فريق وفي الاجتماع ناقشة اللجنة الرئيسية للدوري مع رؤساء مجالس الفرق الشعبية الصغيرة بمدينة المكلة التخضير الجيد لإظهار البطولة بمستوى أفضل من النسخة الأولى وتجاوز هفوات النسخة الماضية مشيرة إلى أن دوري أشبال الجنوب سيكون عرسا كرويا سنويا للفئات الصغيرة لإبراز مواهبها وتقديمها بصورة مميزة ختام هذه النشر المجزة إلى اللقاء اشتركوا في القناة